نحن نصلي حقا من أجل الفلسطينيين الذي اللهم أعطهم الاستقامة اللهم أعطهم الصمود، اللهم أعطهم الصبر، اللهم أجزي الشهداء جنة الفردوس ولكنك إذا نظرت إلى الحقائق الجانب الأكثر إشراقا فنعلم خمسة عشر ألف قد قتلوا وهو أمر محزن ولكننا ندرك بأن ما لم يكن العالم يعلمه لأكثر من خمسة وسبعين عاما الأخيرة ففي هذين الشهرين الأخيرين في الأسابيع السبع الأخيرة فالعالم قد أصبح على علم بما هي الإسرائيليين وقد أصبحوا على علم بالحقيقة ولهذا السبب لديك في برلمانات العديد من الدول الغربية والجماهير العامة في الدول الغربية هي تقوم بدعم فلسطين لأول مرة لذا فإن نظرت إلى كل الجانبين أن خمسة عشر ألف شخص قد قتلوا نعم وهي نقطة يجب إدانتها ونشعر بالألم بشأنها ولكنك ترى الجانب الأكثر بريقا من الأمر وذلك أن العالم الآن أصبح يعلم بالحقيقة لذا ولهذا السبب عندما قام علماء مسلمون معنيون بالنقاش وأدركوا أن الذي حدث هو أمر أفضل على المدى البعيد وذلك أن العالم على الأقل أصبح يعلم هذا ولهذا فالله تعالى يقول في القرآن في سورة البقرة السورة الثانية الآية 216 وعسى أن تقرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله تعالى يقول في القرآن الكريم في الآية 156 من سورة البقرة السورة الثانية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين والآية رقم 156 تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لذا فالله يقول هنا بأننا بالتأكيد سنختبر كل إنسان بشيء من الخوف والجوع وخسران من الحيوات والأمتعى وثمار ما كسبتم الله سيختبر كل إنسان على هذه الأرض والبشرى لهؤلاء الصابرين لذا فالله تعالى يقول هنا بأننا بالتأكيد سنختبر كل إنسان هل تظنون بأنكم ستدخلون الجنة من دون أن يتم اختباركم ونعلم بأنه كلما كان الاختبار أصعب كلما كانت الجائزة أعلى ونعلم بأنه ومن ضمن كافة هؤلاء البشر الذين جاءوا منذ آدم عليه السلام ولغاية اليوم فالأنبياء والرسل قد تم اختبارهم بالاختبارات الأكثر شدة ولهذا السبب فالله تعالى قد أعطاهم مكانة أعلى فالاختبارات التي خضع لها أنبياء الله ورسل الله تعالى هي أكثر صعوبة من الاختبارات التي نخضع لها نحن ومن الآخرين من غير الأنبياء ومن ثم فإننا نعلم بأن اختبار الصحابة والخلفاء الراشدين الذين خضعوا له في وقت النبي الكريم منذ 1400 سنة مضت فقد كان هذا ثاني أكثر اختبار صعوبة ولذا وبالتأكيد يجب أن تعلم بأن الاختبارات التي خضع لها الأنبياء هي أكثر صعوبة بكثير وكلما كان الاختبار أصعب وإن اجتزت ذلك الاختبار كلما كانت الجائزة أكبر لذا فهناك أمر واحد يجب علينا إدراكه أنه إذا كانت هناك مصيبة فالمصيبة يمكن أن تكون لسببين أولهما أنه يمكن أن تكون كعقوبة للبشر للشر الذي فعلته أما الثاني أنها يمكن أن تكون اختبار لك لذا فإن كان الشخص على الصراط المستقيم ويتبع الله ورسوله ويتبع القرآن والحديث الصحيح وإذا وقعت مصيبة فإنها بالتأكيد اختبار له فالله تعالى يريد أن يختبره على مستوى أعلى وكلما كانت المصيبة أصعب وإذا اجتازها المؤمن كل ما حصل على أجر أعلى إن شاء الله وإذا لم يكن الشخص على الصراط المستقيم وإذا وقعت مصيبة له فعندها بالتأكيد تلك المصيبة هي عقوبة له لذا فهذا الاختبار الذي يمر به الفلسطينيون هو حقا اختبار صعب والله تعالى يختبرهم وبالتأكيد فإنه تعالى سيختبر الجميع بشيء من الخوف والجوع وخسران من الحيوانات وثمار ما قمت بكسبه وما قمت به من كدح وبشر الصابرين والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن المجيد في صورة البقرة الصورة الثانية الآية 286 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالله سبحانه وتعالى يعطي وعدا في القرآن الكريم بأنه لا يحمل أي إنسان عبءا أكثر مما يستطيع تحمله وكلما مضيت قدما في الآية وهي آخر آية في صورة البقرة فإنها تقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لذا فالله سبحانه وتعالى يقول هنا أنه عندما يعطي وإذا كان الله أعطانا وعدا أنه لن يحملنا ما لا طاقة لنا به فلما نقوم بالدعاء في العديد من المرات فالبشر أنفسهم هم من يضعون أنفسهم في موضع حيث يجعلون العبء يأتي عليهم لذا فهم الملام بأنهم قاموا بحفر قبورهم بأنفسهم لذا فهنا الله تعالى يعد بأنه لن يضع على أي أحد عبءا أكثر مما يستطيع تحمله والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن المجيد في صورة الملك الآية رقم اثنين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لذا فهذه الحياة هي اختبار للدار الآخرة فنحن نعيش هذه الحياة كاختبار من أجل الدار الآخرة والله تعالى يختبر أينا أحسن عملا لذا فأيا كان ما حدث في هذه الدنيا فهو اختبار من أجل الآخرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة